وجلنا الآن هذا النبأ أنه بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية انعقدت اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة السيد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب وأهم لفت نظرنا في هذا الخبر أن في هذا الاجتماع دعت اللجنة كل من محافظ ألمينيا ومساعد السيد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية ودعتهم إلى لقاء باللجنة وبحضور كافة أعضائها للوقوف على كافة التطورات في هذا الأمر وأن اللجنة ستقوم بالتفاعل مع المجتمع في كافة جوانبه لمحاولة الاستفادة بكل ما يمكن أن يقدم من مقترحات في هذا الشأن أيضاً اللجنة أكدت على أهمية إرساء مبدأ المواطنة واعتباره حجر الزاوية في بناء استراتيجية عامة في التعامل مع الأحداث ترجمة نانسي قنقر